خير ما نفتح به حفرنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتنوها علينا القارئ الأستاذ عبد الرضا عبد الحسين المبارك استقبلوه محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم هل أداعنا الانسان حين من من الدهر لم يكن شيئا مذرورا إِنَّا خُلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِينَ أَمْشَاجٍ إِنَّا بَتَّدِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا فَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرَهُ وَإِنَّا كَرَهُ وَإِنَّا كَرَهُمْ شكرا شكرا وإما كفورا شكرا 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 فلما مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذي ويخافون يوما يوفون بالنذي ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقعبون الطعام ويقعبون الطعام على حبه مسكينا ويجيما وأسيرا إنما نطعبكم لوجه الله إنما نطعبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أمن الله صدق الله العلي والعظيم اللهم صلِّ وسلِّك وزِل ومالِك على شكرا اشتركوا في القناة